مؤتمر المناخ خلافات مالية وأزمة ثقة بين الدول المتقدمة والنامية ومسودة بيان ختمي لا ترقى للمستوى المأمول إلى التفاصيل من الوقود الأحفوري إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة تواصل مئتا دولة موقعة على اتفاقية باريس حول المناخ جهودها في جلاسكو لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري في ختام مؤتمر كوب 26 بعد خلاف على التوصيات محور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا والأقل تسببا بالتغيرات المناخية للعمل على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف لأنها الأكثر معاناة من تأثيرها ورغم عدم وفاء الدول الغنية بوعودها في عام 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 وضعت البلدان النامية اقتراحا لإنشاء آلية محددة تأخذ بعين الاعتبار الخسائر والأضرار عارضته الدول الغنية مسودة البيان الختامي لمؤتمر المناخ دعت الدول إلى رفع التزاماتها بخفض الانبعاثات بشكل أكثر انتظاما اعتبارا من عام 2022 في وقت تتهم الدول النامية الدول المتقدمة بإجبارها على بذل المزيد من الجهد لتقليل الانبعاثات رغم عدم مسؤوليتها عنها دون تقديم مساعدات أو تعويضها عن خسائرها وبمعزل عن المائة مليار والثقة التي فقدت بين الدول الغنية والفقيرة في مؤتمر المناخ تبقى قضية الوقود الأحفري السبب الرئيسي للاحتباس الحراري في قلب المفاوضات التي لم يخرج المؤتمر بتوصيات ترضي الجميع بشأن الحد من تمويل هذا القطاع